بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل تطبيقات على موضوع stability of floating and submerged body وبناخد التطبيق التاني الي هو example 2 مثال وهنا بنديك فكرة عن لو انا عندي الجسم مكون من اكتر من قطلة مع بعضيها يبقى نقرأ المسألة بيقول لي solid cylinder pin ال SG بتاعته نص spare point has cylindrical lead ال S بتاعته 11.3 زي ما احنا شايفين في الرسم الستوانة مكونة من جزئين اللي هي القاعدة دي مصنوعة من مادة تقيلة اللي هي ال S بتاعته 11.3 من 10 والجزء الاخر مصنوع من مادة اخف من المية اللي هي ال SG بتاعته نص هو بيقول لي determine حدد the equilibrium position اللي هو dips of immersion عايز اول حاجة يحدد المسافة H سليم سميها H تسميها دي دي مطروكة ليك وبعد كده بيقول لي calculate the metacentric height and show the boy is stable بيقول لي احسب جي ام وضح ان الجسم stable مع انه قداني انه انا عندي هنا سي ووتر يبقى ال S G ليها 1.03 تختلف عن المية العادة اصبح هنا عندي الجسم مكون من كتلتين كل كتلة منهم ليها مركز سقل دي ليها مركز سقل ودي ليها مركز سقل انا هنا الشغل بتاعي بيبقى على مركز سقل المجموعة كلها على مركز سقل المجموعة كلها يبقى الاول هنتكلم على ازاي يحدد المسافة H اللي يطوله الجزء الغاطس باستخدام قاعدة weight of fluid displays بيساوي weight of the body انا عندي اذا ما احنا قلنا حجم السائل المزاح عبارة عن حجم السائل المزاح مضروف في الجاما كذلك وزن الجسم وزن الجزء الاسفل الحجم بتاعه مضروف في الجاما بتاعته وانا الجاما عندي هنا هتبقى عبارة عن الاس بتاعت المادة مضروف في الجاما بتاعته الووتر نفس الكلام بالنسبة للجزء العلوي اذا عندي الحجم بتاعنا اللي هو الارتفاع في القاعدة مضروف فيه الاس اللي هي نص فيه الجاما بتاعته الميا طبعا عندي الا واحدة متغيرة مش عندي slope فيبقى الا واحدة في كله اللي يبقى على 4D سكوير بعوض وبختصر هيطلع لقيمة الـ H 4.01 متر بعد ما انا جبت عايز اجيب center of gravity انا عندي كتلتين يبقى to find center of gravity انا عندي كتلتين هاخد المومنت حوالين الـ base O المومنت بتقول ايه انه عزم المحصلة حول النقطة اللي هو عبارة عن دابل واحد زائد دابل اثنين مضروف في الاو جي بيساوي عزم مركبات هذه المحصلة يبقى دابل واحد او جي واحد زائد W2 OG2 وطلع من هنا القانون OG يبقى OG بتساوي القانون اللي قدامي دابل واحد وغ واحد زائد W2 OG2 على مجنوع القوتين اللي موجودين عندنا اللي هي الوزن بتاع القاعدة والوزن بتاع الجسم اللي هاخد بيطلع من هنا المسافة OG بابتدأ عوض عندي كل وزن موجود عندي مضروب فيه المسافة بتاعته موجودة والمسافة طبعا المسافة الأولية تبقى الارتفاع 0.1 على 2 ال-OG التانية تبقى 0.488 على 2 زائد المسافة لـ 15% أنا بتكلم على النقطة اللي عند القاعدة تحت O بيطلع لي من هنا قيمة ال-OG 1.56 متر يبقى أنا طلعت هنا ال-OP وطلعت ال-OG يبقى احنا ان شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة في حل هذا الجزء وشكرا